السلام عليكم أخواني أخواتي شك باركم عساكم بخير إن شاء الله تكونوا بألف صحة وسرامة كثير من الأشخاص يقولوني عملنا باكب عن طريق لايتونز وضع عن الملفات عملنا باكب عن طريق لايكلاود وضع عن الملفات عندنا ملفات في الآيفون لكنها محذوفة أو ضايع ما قدرنا أن نطلعها فاليوم جب لكم تطبيق بسيط راح يعملكم كل هذه الخطوات وراح يرجع لكم الملفات التالفة لكن قبل أن نبدأ إذا كنت من عشاق تقنية وعشاق شركة أبل فكروا في الاشتراك في القناة دائما ننسوي مثل هذه الفيديوهات دعونا ندخل في التفاصيل التطبيق هذا مجاني وتقدروا تنزلوه عن طريق رابط اللي راح أحطه تحت الفيديو مباشرة بعد ما نفتحه راح يطلعنا خيارين للتنزيل للوندوز أو للماك على حسب الكمبيوتر اللي عندك نزل النسخة المناسبة بعد ما تنزله راح تطلع لكم هذه الصفحة فيها عدة خيارات خيار السمارت ريكاوري الذكي خيار انك تسترجع ملفات من خلال الايفون اللي عندك خيار انك تسترجع ملفات من خلال نسخة الباكوب النسخة الاحتياطية التالفة اللي عندك في الكمبيوتر أو من خلال الاي كلاود لو عملت نسخة في الاي كلاود لمعرفت كيف طلعها هذا التطبيق راح يساعدك بكل سهولة خلينا نجرب ونعمل استعادة الملفات الضائعة عن طريق الايفون اللي عندي هذا هو راح أشبكه في الكمبيوتر وبعدها راح نشوف كيف الخطوات لاحظوا الحين يقول لي اختار مكان التخزين سوف اختار مكان التخزين سوف اختار ملفات اللي اباها بعدها اضغط اسكان وخلاص راح يبدأ شغله راح يبدأ يسترجع الملفات وهي نفس الخطوات لو بغيت تترجع من الايتونز باكوب أو عن طريق الاي كلاود باكوب بعد ما يبحث عن الملفات ويسترجعها راح يقول لك اوكي هذه هي الملفات وين تبقى تخزينها اختار مكان التخزين سواء في فلاش او في دسكتوب او في اي مكان احتاجها بعدها راح تطلع الملفات طبعا هذا التطبيق محدود جدا بالنسخة المجانية او التجربية نحتاج انه ندفع مبلغ عشان نستفيد بكامل ميزاته فنصيحتي هي كالاتري جربوا التطبيق المجاني شوفوا ميزاته هل استفدتم منه؟ اذا شفتوه مناسب اشترووا بهذه المبالغ اللي تشوفوها وراها تضع الروابط تحت الفيديو عشان اللي حاب يستفيد من هذه الميزات لهذا التطبيق كتبونا في التعليقات اذا عندكم اي مشكلة شبيهة وان شاء الله اذا شفناها المشكلة عامة راح نصيلكم فيديو مثل هذا اتمنى انكم استفدتم شكرا لكم على الاشتراك اذا كنتوا الجدد واشوفكم على خير باذن الله شكرا